السلام عليكم كورس الماركتنج بتاعنا يتقسم للسيشانين اول سيشان هنتكلم عن كونسبت ومفاهيم أساسية للماركتنج لازم نبقى عرفينها تاني سيشان هنقول خطوات فعلية ازاي نستخدم الدجتال ماركتنج النهاردة هنتكلم عن ايه خمس حاجات اول حاجة هنتكلم عن باوروف ماركتنج نتكلم عن الاستي بي عن البراندنج عن السيفن بيز واخر حاجة عن الدجتال ماركتنج يلا نبتدي طبعا اول حاجة هنتكلم عنها هو يعني ايه ماركتنج يعني ايه ماركتنج الماركتنج هو فن التسويق لعرض المنتجات بالشكل اللي بيسبب ضجة واقصارة بيعتمد على اكتر حاجة هنقولهم بسرعة كده اول حاجة الاستراتيجي البراندنج العلامة التجرية بتاعتك الريسيرش البرودكت المنتج المنتج نفسه بتاعك والانترنت هنقول بالتفاصيل اول حاجة الادفورتايزنج الاعلان الاعلان بيعتبر الاداة الاقوى للتسويق هو المسؤول عن توصيل الفكرة او العرض او الرأي من غير الحاجة للكلام يعني بمعنى صح بشد انتباهك للا انا عاوزه الادفورتايزنج هو اليد اليمين للماركتنج هو بيبين ايه تكوين المنتج هو عباره عن ايه بالزبط وده من صورة انا مش محتاج اقولك ان تكوين الكاتشب هو طماطم انا قدرت اوضحلك ده من صورة اني خليت كل التركيز على النقطة دي انا مش بخليك تهتم انك تدور اكتر عن التكوين المنتج انا وصلتلك اللي انا عاوزه حتى لو مش حقيقي ساعات كتير تشوف عربيات مرسيدس و BMW وتنبهر بالاثنين وما تبقاش عارف مين الاحسن الاثنين شدينك ولو دورت وتعمقت شوية في الامكانيات والمميزات هتلاقيهم تقريبا زي بعض طب ايه الحجاية في الحقيقة نقدر نقول الشركتين ليهم فضل كبير على بعض لان جزء كبير من سوعة تطور الشركتين هي المنافسة الشريسة اللي ما بينهم حتى مرسيدس في عيد ميلاد BMW 100 عملت فيديو قصير ليهم بتشكرهم على المية سنة منافسة وان التلاتين سنة اللي كانت مرسيدس فيها قبل ظهور BMW وكانت مملة من هنا بقتبان الاهمية الشديدة اللي بتمثلها الادفورتايزنج اللي بتعملها الشركتين واللي هي بتمثل جزء كبير من شرصة المنافسة مثال على كده للحرب التسويقية الرهيبة هو بسط عملته ب BMW بيوضح شكل الفتحات اللي هو مشهورين بيها لكنه قفص قفص حماية وكتبوا عليها فيل سيف وكان رد مرسيدس عبارة عن بوستر ومحتوان هو جايب الفيو من جوه قفص والقفص ده على شكل فتحات على شكل فتحات التهوية الشهير بتاع BMW وخارج الفتحات دي عربيات مرسيدس ومكتوبة على البوستر جيت فري جوين زي الورد اللي هو تحرر يعني واسيبك من الكلام ده شركتين زي مرسيدس و BMW مفيش شك في جودة منتجاتهم وقوطها ومع ذلك مهتمين اهتمام كبير جدا بالادفرطايزنج والماركتينج فحاجات بسيطة قدر يمثلك ان عربيات BMW اهداك ومش مرايحك زي عربيات مرسيدس تقريبا مفيش جودة بعد جودة الشركتين دول ومع ذلك عاملين اهتمام كبير جدا للادفرطايزنج والماركتينج هنا نقطع نستانتج ونفهم ان مفيش اي منتج ممكن يحقق نجاح كبير مهما كانت كفاقته بدون الادفرطايزنج والماركتينج المناسبين ليه تاني حاجة البراند اللي هو العلامة التجارية يعني هو ايه؟ هو الطريقة اللي بربط بيها اسم في السوق سواء بشكل او بلون معين يعني ايه؟ يعني هو عباره انك بتقول الناس انت مين؟ من طريق انك تبين حاجات كتير متعلقة بيك اسمك بقى اللوجو اللون سياستك مثال عليك كده بيبسي وكوكاكولا لو سألتك ايه اكبر شركتين مياه غزية حاجة ساعة بتلقية هتقول لي بيبسي او كوكاكولا طب لو سألتك ليه هما اكبر شركتين هتقول ليه عشان هما الاشهر اكلمك النهاردة بقى ليه هما الاشهر وعملوا ايه عشان يبقوا اكبر شركتين في المجال ده زمان كوكاكولا كانت هي المسيطرة على السوق المصري وكان فيه مقولر قديمة كده بتقول حاجة ساعة يعني كوكاكولا طب ليه؟ عشان شكل الازلزة بتاعتهم اللي مصر كلها كانت عرفاها مع ان بيبسي كان طعمها احلى طب بيبسي تعمل ايه؟ بيبسي عملت حملة ونزلت توزع على الناس في الشوارع كوكاكولا وبيبسي وغمضوا عنيه وخلوا الناس تختار انهي الاحسن وما كانوش عارفين انهي شرك طبعا كانت الحملة كلها في صالح بيبسي عشان عارفين ان الطعم كان في صالحها وانها احلى طب كوكولا كوكولا عملت ايه بعدها؟ عملت مشروب جديد اسمه نيو كوك وغيرت لون الكنز وزودت حلامة الطعم لدرجة ان محدش بقى ايطيق المشروب من حلوته غرقت السوق من المشروب الجديد اسمه نيو كوك ده بعدين الشركة نزلت صور الناس وهي بتشرب المشروب الجديد ده وسجلت ردود الافعال اللي بتستنكر حلوت الطعم وطبعا المنتج فشل فشل زريع فراحت الشركة عملت ايه بقى؟ عملت حملة مضمونها ان الحلوة مش كل حاجة والطرابيزة بقى تقلبت على دماغ بيبسي وفعلا المبيعات كانت بتتغير بالطريقة نفسية جدا في الشركتين واستمرت الحرب دي لحد وقتنا ده والمستفيد الاكبر احنا وده بيوضح قد ايه التسويق للمنتج وطريقة عرضه للناس بتفرق في الارباح والسمعة بتاعت المنتج ده وده الاهم بعد كده الانترنت موقع التواصل الاجتماعي والدشتر ماركتنج وهو وسيلة دلوقت ان اقدر اوصل لعدد كبير جدا من وانا في مكان بعد كده البرودكت المنتج الشكل والفكرة والطريقة اللي محتاجها المنتج ده بالذات عشان يوصل للناس مفيش طريقة واحدة تنفع لكل حاجة وفيه كمان الريسيرش البحث لازم اعمل بحث كويس لمطالبات السوق ومدى قابلية السوق للمنتج بتاعي وده بيدور حوالين البست الاناليسيز وهنتكلم فيه بعد كده فيه الاستراتيجي الطريقة والخطة اللي همشى عليها عشان نقدر اسوق للمنتج بتاعي دلوقتي هنتكلم عن البست الاناليسي انه قلنا هنستخدمها عشان نعمل الاستراتيجي بتاعتنا هو ايه اللي ست الاناليسيز؟ هو اختبار لدراسة السوق المحيط من اكتر من اتجاه ايه هي الاتجاهات دي؟ اتجاه سياسي، اقتصادي، الاجتماعي، الترقني، التكنولوجيكال، القانوني، البيئي هنقول كل حاجة الوحدة اول حاجة لاتجاه السياسي، political تحديد بنعمل ايه فيه؟ بنحدد مدى تأثير الحكومة وسياساتها على مظامة معينة ازاي ايه؟ ازاي الاستقرار الحكومي، مسترات الفساد، الصحافة، النشاط التجاري، الجمارك، اي قانون متعلق بالسياسة بعد كده الجانب الاقتصادي، الاقتصاد المحيط بيك ازاي ايه؟ بعد كده الجانب الاجتماعي بنركز فيه على البيئة الاجتماعية والفكر عشان نسهل تحديد احتياجات العمل زي ايه؟ زي الوعي الصحي، تعليم، نمط الشراء، الدين والمعتقدات، النمو السكاني، الأعمار، الطبقات، اي حاجة اجتماعية بعد كده الجانب التكني هو ايه؟ هو يعني معدل التكنولوجيا اللي بيقصر على الصناعة والسوق زي ايه؟ زي البنية التحتية والبحث العلمي ومعدل التنفير التكنولوجيا يعني ايه برضو؟ يعني معنى اصح معدل تقبل المجتمع ده للتكنولوجيا بتاعتي هيتقبله التكنولوجيا بتاعتي ولا لأ؟ ساعات بيبقى في مجتمعات بتنفر من التكنولوجيا مش فاهمينها فمش متقبلينها بعد كده الجانب القانوني ده مرتبط بالقوانين الصناعية والتشريعات والعمليات التجارية زي قانون الاحتكار وحماية المستهلك الصحة والسلامة اي قانون لازم نبقى عارفينه علشان ما يحصلش مشكلة ونلاقي نفسنا يعني هنخش السجن او هنبقى في مشكلة واحنا مش عارفين اسسا القوانين ده بعد كده الجانب البيئي طبعا لازم نبقى عارفين الهوامل البيئية اللي حوالينا زي التلاوس والطاقس وحماية البيئة المجتمع اللي احنا هنسوق في المنتج بتاعنا ده اهتم بالبيئة ولا لا واعادة التدوير اي حاجة تخص البيئة بعد ما درسنا السوق عايزين بقى نعمل خطة نعمل ماركتينج بلان اللي هي بتتقسم لايه بتتقسم لأربع حاجات ونحنا نعمل بعديها سوت اناليسس يعني ايه اول مرحلة الفيجن المرحلة دي بتفكر ايه هو حلمك بتختار فيها او بتحدد حلمك مهما كان كبير حتى لو صعب انك تحققوا زي ايه زي انك هتفتح مصنع ملابس وهيبقى اكبر مصنع في الشرق الاوسط كله بعد كده بقى تفكر ازاي هتعمل ليه عشان توصل للحلم ده هنا بنبدأ نقول ايه هي المقومات الاسسية اللي خليني اوصل للحلم ده معنى اصارح ان الحلم مهما كان كبير او صعب اكيد في طريقة وشوق اللي احنا نحققه نبدأ بقى نحددها زي ايه في مصنع الملابس الخامات بتاعتي لازم تكون كويسة سعر منافس تصاميم مختلفة بعد كده الوبجيكتف ان انا ابدأ اخد خطوات فعلية انا يعني ازاي بقى احقق كل الحاجات اللي انا قلت عليها اللي هي اساس النجاح وابدأ اعملها خطوة خطوة زي مثلا ان انا ابدأ اضوى على احسن خامات بأسعار كويسة بعد كده فيه تحليل اسمه لصورة اناليسيز ده تحليل بيبين لنا الصورة بشكل أوضح يعني ايه اول حاجة الاس بتشير للسترين اللي هي نقطة الكوة اللي أنا بملكها اللي أقدر أشتغل عليها زي ان عندي أرض للمصنع عندي مكينات بعد كده الو هي النقطة الضعف اللي موجودة اللي لازم أبدأ أحلها قبل ما أبدأ في الشغل زي مثلا انخفاض معدل العمال في المنطقة اللي فيها المصنع وصعوبة الحصول على مصادر الطاقة هده كده الاول اللي هي الوبرتونيتيز الفرص اللي لو حصلت هتغير مجرى المشروع بتاعتي للأحسن مثلا زي مصنع المنافس الوحيد ليا فلس بعد كده التي اللي هي ثريتز هي المخاطر اللي لو حصلت ممكن أبقى في كرسى أو تقضي عليها زي زلزال حصل ضمر لي أقسيات المصنع والسوط اناليسيز ممكن يتنفذ على أي حاجة في حياتنا مهما كانت صغيرة وهو يوضح الصورة بشكل أحسن وعشان نوضح الفكرة بشكل أحسن ممكن نقول مثال تاني نعتبر مثلا إن أنا يعني جبت ضرجة روحشة في امتحان وخلاص الفاينل قرب وأنا أحس إن أنا مش مزاكر كويس أعمل يديم دلوقتي مشكلة وأنا محتاج أفكر في حال إليها ممكن نستخدم اللي سوط اناليسيز إزاي؟ أول حاجة أشوف إيه هي نقاط الكوة عندي ممكن مثلا نقول إن أنا مكتهد ممكن أحط خطة وأمشي عليها نقاط ضع في مثلا إن أنا ما بفهمش فيزيكس وكمستير كويس هم صعبين بالنسبة لي وغير إن أنا مثلا عندي مشكلة في الوقت ووقتي بيضيع على طول الفرص ممكن مثلا إن يبقى فيه كورس برا للفيزيكس والكيمستري ممكن نروحه وافهم دائة فرص تبقى نفكر فيها علشان لو ما لقناها نلحقها وروح مثلا الكورس ده يبقى التهديدات إن أنا مثلا إيه إن أعرفها بردو علشان إيه أحط بدايل يعني مثلا إن مثلا ممكن الكورس ده يتلغي ممكن يحصل أي ظروفه تتلغي ممكن إبقى البدايل تبقى إيه إن أنا أكون عارف مثلا إيه واحد صاحبي كويس في المادتين دول أبقى أقول له إن هو يعني يفهم منه الحاجات اللي أنا مش فهمها دي طبام فبين كده نقدر نعمل إيه بقى بالصوت أنا لسز نقدر نقول مثلا إن أنا أعمل جدوى المذاكرة وامش عليه نقولنا إن أنا مجتهد فأنا بس أنا مشكلت في إن أنا في الوقت إن أنا بضيع وقت فإن أنا أعمل جدوى المذاكرة هينظم وقتي واستغل إن أنا مجتهد وأقدر أخلص الجدوى ده وابقى أحطت في دماغي الفيص اللي أنا قلت عليها عشان لو جات أستغل لها وابقى أحطت في دماغي التهديدات عشان لو حصلت أشوف البدايل وده ممكن يتعمل في أي مشكلة أي مشكلة ممكن تواجهنا دلوقتي هنا اتكلمنا عن الماركتينج يعني إيه ماركتينج وإيه هي أساسيات الماركتينج وقلنا إن هما ستة حاجات الادفتايزنج البراندينج النت البرودكت الستراتيجي وقلنا إن الستراتيج ده هنحتاج نعمل فيه وقلنا إن هيا بندرس بيه اختبار إن إحنا ندرس بيه السوق من أكتر من اتجاه وقلنا إيه هي الاتجاهات دي بعد كده تكلمنا إزاي نعمل ماركتينج بلان وقلنا إن هي بتقسم لاربع حاجات فيشن وميشن وابجكتي فيشن اللي إحنا نعرف إيه هو حلمك وبعد كده الميشن إن إنت تشوف الخطوات اللي إنت تقدر تمشي عليها عشان توصل للحلم ده والأبجيكتيف إن إنت تبدأ بقى تاخد خطوات فعلية عشان توصل للحلم ده بعد كده تكلمنا عن الصورة الاناليسيس وقلنا إن هو تحليل بيوضح لك الصورة بشكل أحسن تقدر تحلي بيه أي مشكلة بس ده كل اللي إحنا قلنا بالوقت هنتكلم عن الستي بي بروسس هي عملية هي إيه؟ هي عملية لدراسة السوق بشكل محدد بس إيه الفرق بينها وبين البيست الاناليسيس؟ الفرق بينهم إن الستي بي بروسس بندرس الناس اللي في السوق لكن البيست الاناليسيس بندرس الحاجات المحيطة بالسوق لكن هنا قلنا هنتكلم عن الناس الناس اللي في السوق وهي بتتقسم لإيه؟ للثلاث حاجات الـ S تي تارجتنج والب بوزيشننج أول حاجة هي المحلة اللي ببدأ فيها أقسم السوق نظرا للأوديينس اللي هتعامل معهم والتقسيم ده بيتم على كذا أساس النوع بقى العمر، الثقافة، المعتقدات، كذا حاجة وليها أربع نواع وهما Demographic Segmentation Psychographic Segmentation Geographic Segmentation Behavioral Segmentation نتكلم عن كل واحد فيهم أول نوع الـ Demographic Segmentation هو إيه؟ أساساً التجزئة أو التقسيم والديمكرافي زي إيه؟ هو أننا نقسم السوق فئة على حسب العمر رجل ولا ست، الداخل، تعداد الأسرة، المستوى التعليمي وممكن عن طريقها نحدد الفئة المستهدفة المناسبة للحملة بتاعتنا أو المنتج المطلوب ترويجه وهي ما بتلبش كل الفئة فئة معينة بس، اللي هي الفئة المستهدفة يعني إيه؟ نقول مثلاً ميرندة دايماً بتستهدف مرحلة عمرية معينة اللي هي إيه؟ اللي هي الأطفال والشباب والدليل على كده أن هما بيستخدموا الألوان دايماً لمنتجاتهم والحركة بتبقى باينة جداً في إعلاناتهم بعد كده التجزئة السايكوجرافية ده بيحصل فيها إيه؟ فيها بيتم تقسيم الناس على أساس نمط حياتهم طبقة الاجتماعية، نشطاتهم، القيم، أراءهم، اهتماماتهم زي إيه؟ زي التصنيف على حسب رياضيين ولا لا، طبيعة اللبس يعني هتلاقي مرسيدس وبيم دابلي وبيستهدفه الناس الأغنية بعد كده التقسيم الجرافي ده بيحصل في إيه؟ ده بيتم فيه التقسيم على حسب المكان، القرى بقى، البلد، المنطقة، المربع السكني يعني لو حابب بيع جواكد فاروية تقيلة جداً مش هروح بلد في وسط أفريقيا، هروح روسيا مثلاً بعد كده التقسيم السلوكي ده بنقسموا على حسب عاداتهم عاداتهم الشرائية، احتياجاتهم المادية، حبهم للبرندات سلوكهم الشرائي في المناسبات يعني إيه؟ يعني مثلاً تلاقي معدل كبير من الناس طول السنة ما بتشتريش برندات لكن وقت السيل بيروحوا يشتروا تلاقي برضو طبقة معظم وقت الشرائي، إن هي بتشتري فيه بيبقى في أوقات السيل ويشيلوا للسنة الجاية بيبقى في الأعياد، في الأفراح بعد كده هنتكلم عن التارجتينج، هو التارجتينج، هو الاستهداف يعني إيه؟ بعد ما بنعمل تقسيم السوق، بنشوف أي جزء من الناس اللي محتاج المنتج بتاعي أكتر وأبدأ أتوجه ليه في إعلاناتي إزاي مثلاً إيه؟ ما بيعش عادات حسبة قدام أداب لكن مثلاً قدام هدسة أو التجارة، هبيع كتير بعد كده الـ إن أنا بقول، يعني إمتى الناس هتفكر فيها؟ بقوله أنا عاوز أظهر إزاي في دماغ الناس أما يفكروا في حاجة معينة، اللي هي فكرة الـ يعني مثلاً إحنا بنفكر نشتري قديدة سمتة، لما بنبقى عايزين مثلاً حاجة شيك وغودتها عالية كده تعيش، لكن مثلاً نفكر في أكتف إمتى؟ لما عايزين برضو نكون عايزين حاجة كويسة، بس مش غالي هاوي دلوقتي تكلمنا عن الـ اللي هو إن إحنا بنقسم السوق بس بنقسم الناس اللي في السوق طب يعني إيه؟ الـ اللي هي السيجمنتشن، التأسيم أو التجزئة، وليها أربعة أنواع الـ 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 تمام؟ بعد كده تكلمنا عن الـ الـ الناس اللي إحنا بنستعدفهم والـ في الـ الـ وده كان الجزء الأول من على المريض الـ